مشاهدينا دلوقتي نروح لزميلتنا دينا ونعرف منها آخر أخبار الرياضة بشكرك بساند دلوقتي فعلا نجي معتنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا اليوم امسلقت ركلة البداية دمزل يا صلاح مول يا صلاح لا يفاحثين عن كرة هذه كرة الابداع اعجال ما ينقدمه هو اعجال هنبدأ معكم جولتنا الرياضية من الاتحاد المصري للكرة القدم واللي شهد توقيع ايهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني عقود تدريب وانتخب مصري خلال الجلسة اللي انعقدت انبارح مع ادارة الاتحاد في مقر الجبلية وقدم اتحاد الكرة اليوم ايهاب مدير فني ومعاه محمد شوقي مدرب عام واحمد حسام مدرب وعصام الحضري مدرب للحراس فريق رجال كرة اليد بنادي الاهلي فاز على زمالك بنتيجة 32-31 وبكده بيتواجب لقب السوبر الافريقي اللي جمعهم على ارض النايجر وبيحسم تأهله لبطولة كأس العالم الاندية اللي هتتلاعب في الشهر اكتوبر القادم واللي هتصادفها المملكة العربية السعودية في الدور الانجليزي فريق منشستر سيتي حقق فوز سهل مبارح على نيوكاسل يونيتد بنتيجة 5-0 في المباراة لجمعتهم مبارح على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 36 من مصابقة الدور الانجليزي بريمير ليج وبكده بيحتل لفريق منشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدور الانجليزي برصيد 86 نقطة وبفارق 3 نقاط عن فريق ليفربول الوصيف برصيد 83 نقطة أما نيوكاسل يونيتد ففي المركز 13 برصيد 43 نقطة كمان حقق فريق أرسنال فوز غالي على فريق ليز يونيتد بنتيجة 2-1 في المباراة لتلعب تنبارح على ملعب الامراء ضمن منافسات الجولة 36 من مصابقة الدور الانجليزي وبالنتيجة دي بيرتفع رصيد أرسنال للنقطة 66 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدور الانجليزي وبيتقدم أو بيتجمد رصيد ليز عند النقطة 34 في المركز 18 بالنسبة للدور الاسباني فحاسم فريق أتلتكو مدريد موقع ديربي مدريد بلفوز على ريال مدريد بنتيجة 1-0 خلال المباراة لجمعة الفرقتين مبارح ضمن منافسات الجولة رقم 35 من الدور الاسباني وحاسم ريال مدريد لقب الدور الاسباني من الجولة اللي فاتت وبيتصدر جدول ترتيب المصابقة برصيد 81 نقطة وبيحتل أتلتكو مدريد المركز الرابع على جدول الترتيب برصيد 64 نقطة وخطف إشبيلية تعادل من فريق فياريال بنتيجة 1-1 في اللقاء اللي جمع الفرقتين مبارح ضمن منافسات الجولة رقم 35 من الدور الاسباني الليجا ورفع إشبيلية رصيده للنقطة 65 في المركز الثالث بجدول الترتيب ورفع كمان فياريال رصيده للنقطة 53 في المركز السابع وبكده انتهت جولتنا الرياضية هنطلع لفاصل نرجع لكم مرة تانية مكمني معاك وصباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر